اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن كورس 60 دقيقة فوتوشوب طبعا في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تحسين لون المياه بطريقة واقعية وبديعة طبعا الطريقة هي اضافة اللون الازرق وطبعا خلط الدمج او الشانلز طبعا راح نجي نضيف اللون الازرق من خلال adjustment layers ونختار solid color ورح نختار مثلا لون الازرق او السمائي بهذه الطريقة مثلا هذا اللون ومن ثم اوكي الآن راح نجي نغير الدمج الى hard max جيد الآن راح نجي الى الفل بهذه الطريقة الفل وليس الاوبسيتي طبعا لازم ننتبه الى الفل ورح نجي نقلل من الفل الى ان يصبح المنظر واقعي طبعا نجي نقلل من الفل نخلي مثلا عشرين ممتاز جدا اذا نلاحظ ان المياه المنظر جميل وواقعي ولكن السماء المنظر ليس واقعي طبعا نجي الى التحديد rectangle ورح نجي نحدد هذا الجزء اللي هو هذه المنطقة منطقة الافق وطبعا نجي الى الماسك هذا الماسك نجي نضغط عليه click طبعا ضروري نضغط على الماسك click وطبعا راح نضغط على alt backspace حتى نملأ alt backspace او طبعا في حال انه لو ما اندلينا الباكس بيس ممكن نجي طبعا ممكن اجي الى البراش نكبر حجم البراش وطبعا ضروري اضغط على الماسك ضروري انا اضغط على الماسك وامليه باللون الاسود بهذا الشكل جيد جدا الان اصبح ادي بهذه الطريقة طبعا راح اجي استنسخ الطبقة بهذه الطريقة بعد ما استنسخ الطبقة راح احذف اللون من الاسفل واضيفه الى الاعلى الان راح اجي اضيف كمية من التدرج للسماء كمية اقل طبعا بعد ما استنسخت الطبقة اجي اضغط على ctrl i حتى اقلب الماسك بحيث تكون الاضاءة الى الاعلى ياما اجي على image adjustment واختار invert ياما اجي اضغط click على الماسك واضغط على ctrl i بهذه الطريقة اجي الى الطبقة الخاصة بالاعلى هذه الطبقة الى الاعلى اللي هي اللون الابيض الموجود بها الاعلى راح اقلل القيمة مثلا اخلي 10 حتى يكون واقعي او ممكن حتى يكون 5 حتى يكون اجمل انا افضل انه العشرة مناسبة جدا اذا لاحظ انه الصورة هكذا كانت وهكذا اصبحت طبعا لاحظ انه لون المياه اصبح واقعي وبراق نلتقيكم في محاضرة قادمة بابنه تعالى اشتركوا في القناة